خلصنا بقى الشقة وصمنا دلوقتي مفروض كده نعمل اسكراب وتأشير للجسم وفي نفس الوقت عايزين تبقى ريحتنا حلوة كده ورحتنا فواحة عشان نلبس بجامة العيد اللي انا بورهه لكو ده ده كريم عرق مزير عرق طبيعي ما فيهوش حاجات كيميكا لخالص ده ممكن تحط منه في الوصفة اللي انا هقولك فيها او ممكن ما تحطهوش لو مش عندك تمام هنستخدم كمان فانيليا عشان هي دي اللي هتخلي ريح الجسمنا عميقة كده وهتحس بنت عاش رهيب ورائع بعد اما هتحطيها على السكر طبعا انا نسيت اقول لكم ان المكون الاساسي في الخلطة دي سكر هتحطي السكر بيبقى لي بصوا فوايد هيلة في انه هو يعمل عملية تأشير ويزيل اي جلد ميت من الجسم كله وهيفتح كمان حلو جدا ممكن تحط سيبون وممكن ما تحطهوش انا هحط ليه هنا بون عشان البون لو فيه اي شكل مش تمام على الجسم او شكل الجلد مش تمام او فيه علامات تمدد البون بيساعد بطريقة هيلة على انه هو يعالج مظهر الجلد ويخليه كده يظهر بشكل صحي ولو فيه اي دهون او تكتلات تحت اول طبقات الجلد بيعالجها تماما الحركات الدائرية اللي احنا بنعمل بيها اللي انا هوريها لكم دلوقتي هتخلي مظهر جلدك نفسه حلو جدا 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 دلوقتي محتاجين نمزج الخليط بزيت حتى لو كان زيت عافية بتاع الاكل اللي عندك في المطبخ حطي انا دلوقتي حطيت معلقة زيت لمون زيت لوز وعليه شريح لمون انت ممكن تحطي اي نوع زيت عندك مش شرط خالص خالص اللي انا حطيته زيت زيتون بقى زيت خروع زيت لوز اي نوع زيت عندك عشان بس نوصل للقوام اللي هو يبقى رملي زي ما انتوا شايفين انا مش عايزاي بقى اكتر من كده مش عايزاي بقى شربة انا عايزاي بقى قوام رملي ينفع نمسكه وزي ما انتوا شايفين كده بعمل ايه على ايدي هتاخذي حبة حبة بعد دوشه سخن جدا 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 لجسمك هتبدأي بحركات دائرية تمشيها على جسمك كله من فوق لحد تحت ومرة تانية من تحت لحد فوق ومرة تالتة من فوق لحد تحت هنفضل كده نعمل جسمنا به شويتين وبعد كده هنسيبه شوية على جسمنا عشان ناخد كل الفوايد اللي احنا حطناها في الوصفة بتاعتنا وبعد كده هتخسلي بقى جسمك بمية بردة او مية فترة شويتين عشان ما تبقاش برضو سخن عليك لحد ما ننظف جسمنا من الخليط كله اللي كان عليه وطبعا يستحسن لو عندك ليفة مغربي هتبقى افضل جدا 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 في ان انت تستعمليها لجسمك دي كتوصفة بسيطة وكتوصفة سهلة ما تنسوش تعملولي لايك لو الفيديو عجبك عشان يوصل لأكبر عدد قبل اول يوم العيد بامر الله كل سنة وانتو طيبين ويا ربك دايما حلوة لما تخلصي تلبسي كده هدومك اللطيفة وهدومك الجديدة بتاعت الوقفة وبتاعت العيد وكل سنة وانتو طيبين بحبكوا جدا 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 وكل سنة واشوفكوا حلوين ومميزين يلا باي باي